تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جولة خارجية تشمل جورجيا وأرمينيا وأذربيجان ومن المقرر أن تكون العاصمة الجورجية المحطة الأولى في جولتها في منطقة جنوب القوقاز حيث ستجري محادثات مع رئيسة الوزراء مومكا بخزادزي ويأتي ذلك على ضوء مطالب جورجيا التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لضمان حمايتها من جارتها روسيا إلا أن التكتلين الغربيين يتعاملان بحذر مع المساعي الجورجية بسبب رد الفعل الروسي في السابق عندما سعت أوكرانيا لفعل ذلك ومن المقرر أن تتوجه ميركل يوم الجمعة إلى أرمينيا قبل أن تصل إلى أذربيجان يوم السبت